اشتركوا في القناة وأكد وزير الداخلية في برقيته أن الشرطة النسائية تحظى دوما باهتمام ودعم جلالة الملك المفدى حتى أصبحت عنصرا فعالا في أداء الرسالة الأمنية النبيلة لوزارة الداخلية مشيرا إلى أن الشرطة النسائية البحرينية أثبتت قدرتها وحرفيتها حتى بلغت المواقع القيادية المختلفة في العمل الأمني كشريك مساهم في المنظومة الأمنية وقال معليه أن مرور خمسين عاما على تأسيس الشرطة النسائية البحرينية هو دليل راسخ وبرهان ساطع على حضارية الدولة ونهجها المؤسسي القائم على قراءة واستشراف المستقبل لمواصلة نهضة الوطن المباركة في عهد جلالة الملك المفدى الزاهر والذي أصبح بحكمة جلالته نموذجا يصب إليه الجميع في التطور والحداثة والنماء